السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الثانية المتوسط اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية قبل ما نبدأ وما تنسى تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر الإعجاب في حال ما إذا استفدتم نشرح ويلا بسم الله نبدأ بالنص السنة إنه رجل واحد في مقابل جميع الرجال رجل استطاع بنصر الله له وبصدق عزيمته وبإخلاصه في دعوته أن يقف أمام العالم ليتحظ الباطل ويتهر الحق أمام مسمع الجميع إن هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يقف أمام العالم أجمع وأمام جهالات قريش وكفرها العنيد وأمام الأصنام وعبادة الكواكب وكل ما يعبد من دون الله وقف يدعو الله وحده لا شريك له ونبذ كل ما سواه إنه بحق لجدير بكل تبجير واحترام ليس فقط من أتباعه بل من كل من يفهمون العبقرية وخصائصها إن الصفات العالية الغالية التي تفرد بها هذا الرسول العظيم جديرة بأن يحصل على ذروة الامتياز ويحظى بكل تقدير واحترام فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة كما عرف بصدقه وأمانته فقد روى بعض أصحابه أنه كان دائم البشر سهل الخلق سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب فهل بعد ذلك يوجد أي رجل أعظم منه؟ كلا لا يوجد رجل أعظم منه فقد عاش حياته كلها في خدمة البشرية جمعاء وجاء بالدين الخاتم والمسعد لجميع البشر أبو عبد الرحمن الشامي بتصرف نهدرنا النص على الرسول صلى الله عليه وسلم نروح للوضعية الجزئية الأولى فهم المكتوب أفهم النص أسئلة حول فهم النص قالوا نفس سؤال الأول ضع عنوان مناسبة للنص قلنا هم يعطونا العنوان أو يعطونا فكرة عامة هنا فهذا رهم استنتج فكرة عامة للنص يعني رهم أعطنا العنوان ورهم أعطنا الفكرة العامة ولكن الفكرة العامة نجوا على الناس المجموع من الأسئلة عامة للنص هنا 플� mengنطل Biology هو الموضوع العام للنص قتلكم من يعطوكم شخصية إلى اللحة ويسricularون العنوان طوعمه للعمل فقط يكون سهولة هنا، هنا المسر للشخصية التي نحضر عليها هي شكون هذه الشخصية ي hindsight بالفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا عنوان مناسب للنص نقول عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعد في سؤال ثاني قلنا ما سر انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه هل يش كان ينتصر ضد أعدائه شو السر هيا نحن هنا في النص رجل استطاع بنصر الله له وبصدق عازمته وبإخلاصه في دعوته أن يقف أمام العالم يتحضر الباطل ويذهل للحق عندها شه السر هنا هو نصر الله له وصدق وعزيمة وإخلاص في دعوته يعني هدوه ما سواله لخلّه الرسول صلى الله عليه وسلم ينتصر على أعدائه ماذا وش قلنا؟ قلنا أذكر من السند بعض الصفات التي اشتهر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات فقط يعني قلنا جبدو فقط ثلاث صفات شوفوا هنا شوفوا كين دائما البش يعني يبتسم بكثرة وحتى أنه كان يقول له البسام بسام معانتها سيغة مبالغة لواحد يبتسم معانتها يبتسم بكثرة كان سهل الخلق كان لين الجانب ما كانش فضل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عيب يعني كامل هدو صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فقط نخيره ثلاثة من هدو نحطهم كجواب لهذا السؤال بعد رابعا قالونا ضحّى النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل دينه بكل سط وثبات حتى نال مرتبة سيد البشرية يعني ضحّى حتى نال هذا المرتبة أين يظهر ذلك من النص يعني وراه الحاجة في النص لتبينينا هذا الشي تشوفوا هنا قالونا فقد عاش حياته كلها في خدمة البشرية جمعاء يعني قاع حياته كرسها لخدمة البشرية ما كرساش لهو يعني ضحّى بحياته الشخصية في سبيل أنه يسعد الناس الآخرين عاش حياته كلها في خدمة البشرية جمعاء وجاء بالدين الخاتم والمسعد للجميع فهو ما كانش يعيش الروح وكان يعيش للناس فهذه العبارة اللي تبيننا انه هو ضحى جاوبنا كامل لهذه الأسئلة ما تقلونا استنتج فكرة عامة للنص علش تقلونا استنتج لانه نجيبوها من هذه الأجوبات هذه الأسئلة الكاتب هنا شادار شوفوه هنا أعطانا سر انتصار النبي وبعد هنا شطانا صفات النبي بعد هنا شطانا تصحية النبي فمن هذه الأسئلة احنا نكون فكرة عامة شا نقولو هنا عنا الصفات وهنا عنا التصحيات وهنا عنا الانتصار هادو نربطوهم فكرة عامة وحيدة شا نقولو فكرة عامة نقولو صفات وتصحيات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أهلت أهلت للانتصار ونشر الدين الإسلامي ضارج ضارج معنا كامل الأجوبة على هذه الأسئلة استنتجنا فكرة عامة من بعد قالونا سادسا هاتي مرادة فيما يلي عزيمته يضحط ما عندها عزيمته واحد عنده عزيمة كبيرة واحد عنده عزيمة ولا عنده إرادة عزيمته إرادته يضحط 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 ماذا قالونا هاتي أضاد ما يلي نبذة نبذة حجم نبوذة ما عنده حجم مكروهة عكس حجم مكروهة حجم حبوبة نبذة على عكس تحا أحبة وعندنا غليظ 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 أنه كان غليظ المعاملة غليظ المعاملة ونقولوا لين العكس تحا اللين ونقولوا غليظ أو لا العكس تحا هي لين لكن كنا جاوبنا على أسئلة أفهم النص منفروض كملوا بعدها عنا أتذوق النص أتذوق النص قلونا استخرج من النص قلونا استخرجوا أسلوبا إنشائيا مبين النوعة قلونا عن الأسليب إنشائية أغلبية الأحيان ما يعطوكم؟ نعطوكم أمر استفهام تعجب وكين ثانيك النداء فهل بعد ذلك يوجد أي رجل أي رجل أعظم منه؟ علامة استفهام مراهي جملة استفهامية فهنا نوع الأسلوب الإنشائي هذا هو استفهام فنخرج هذه الجملة فنخرج هذه الجملة لهي أين أنت؟ فهل بعد ذلك يوجد أي رجل أعظم منه؟ ظل نوعه؟ استفهام نوع هذا الأسلوب الإنشائي هو استفهام محسناً بديعياً محسناً بديعياً محسناً بديعياً في أغلبية الأحيان تكون طباقين جناس نحن نحوصوا في مصر ومصر ماذا عنه؟ ماذا عنه؟ الصفات العالية الغالية بركهنا عنا العين وعنا الغين ما هو الجناس؟ تشابه في الحروف يكونوا متشابهين ومتطابقين تماماً مثل المغرب المغرب الأولى وهي البلد والمغرب الثانية وهي وقت أداء صلاة المغرب فهذا نسموه جناس ولا يكونوا مختلفين في حرف كالزوج الحروف الترتيبات ولكن نحسوا نفس الصوت العالية الغالية فهذا نسموه جناس ناقص فهنا يا محسن بديعين نجفده العالية الغالية نوعه جناس ناقص من بعد قالونا ما نوع الصورة البيانية في قول الكاتب يظهر الحق مع الشرح؟ يظهر 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 الحق يظهر احنا نقولوا حاجة تظهر احنا هي حاجة نشوفوها حاجة نشوفوها باش تظهر جبل ولا شجرة حاجة نشوفوها بعينينا حاجة نشوفوها بالعين مجردة ولكن يظهر الحق الحق ما يظهرش حق حاجة ما يشمل موسى فالكاتب هنا شبه شبه الحق بحاجة بالموسى وحدف هذه الحاجة الملموسة اللي هي المشبه به فهنا يا شيء هذه نقولوا عليها استعارة مكنية نشوفونا يا قصركم نعطوكم استعارة نرجعوها الأصلها الأصلها شواله هو تشبيه بكامل أركانه نقولوا يظهر الحق كشيء ملموس كشيء ملموس يا كاكا هنا الحق شواله هو المشبه شيء ملموس مشبه به هنا مشبه وهنا مشبه به كيف عرفنا بلي هذا الشيء ملموس؟ القارينة قارينة اللي هي يظهر كي عنا يظهر اللي عرفنا باللي الشيء المحذوب هو المشبه به هو الشيء الملموس فهنا كيف عبره عليها نقولوا حذف الكاتب المشبه به اللي هو شيء ملموس وترك أحد قرائنه اللي هو يظهر على سبيل الاستعارة المكنية بعد قلنا أعرف قواعد لغتي أعرف ما تحته وخط في النص شوفوا قرائنه 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 لأن العدد نص وعالمته نص بالفتحة الظاهرة على آخره وين راح الفاعل لازم نخمو على الفاعل بعد الفعل لازم نخمو على الفاعل أمام فاعل ليس فاعل الفاعل هنا راه ضمير مستر تقديره هو هو يقف فتقديره هو نعرف هنا إعراب كامل يقف نقول فاعل ضارح منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ندروا نقطة منجول السطر ونقلوا الفاعل ضمير مستدر تقديره هو ماذا شاهدت المثالين أعطوها لنا ثانيك؟ أعطونا كلمة أحسنة قلنا من أعطونا شي كلمة نروح نشوف كامل وشكاين نقبلها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنة شوفوا هذين يرهابين قوسة كان رسوله كان فعل ماضي ناقص رسوله اسم كان يجي مرفوع أحسنة شاهي خبر كان لأنه خبر كان يجي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خلاص خلاص ناقص ناقص شكرا شكرا ونحلوها ونحلوها ونصرف الفعل وقفه في المضارح ونصرفه في المضارح ونصرفه في المضارح ونصرفه في الأمر ونحلوها 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 المضارح ونحلوها وقفه في المضارح كما نقول انت تقفه لا تصرفها مع أنت تقف الأمر أنت قف ياك خلاص صرفناها في المدارع والأمر بعدها ما قالونا ماذا تلاحظ الملاحظة بلا ما نكونوا عارفين القاعدة وقفة هو فعل كدير معتل على معتل لأنه في حرف الواو قلنا الواو حرف من حروف العلة فهنا يراه حرف معتل هنا يا حرف العلة والره في المدارع طار حرف العلة والره في الأمر طار ما أنت لاحظة؟ من صرفنا الفعل وقفة مع ضمير المخاطب المفرد المذكر حذفنا حرف العلة ياك هذا مكان ما نقوله؟ الملاحظة حذف حرف حذف حذف حرف العلة ونكتبه بين قوسين الواو تعالوا أنا فاهمين ما عندكم ونتخربوا أنا فاهمين كلش حذف جاوبنا هنا بعد قلنا املأ الجدول بما يناسب بين النص قلنا حرف استفهام اسم منقوس لفيف مقرون واسم مكان هنا شرحناهم حرف استفهام حرف استفهام حرف يفيد بش يعطيناه جملة استفهامية اسم منقوس واسم منقوس هو اللي يكمل باليا اسم من القواه يكمل به هذا اليا لفيف مقرون شو اللفيف المقرون؟ هو فعل معتل ولكن في زوجة حرف الاعتلال حرف الاعتلال ما هذه حرف الاعتلال؟ في زوجة حرف العلة مع التاليكة هذا هو لفيف مقرون اسم مكان هو اسم على وزن مفعل نرى في النص أولا حرف استفهام حرف استفهام هل هل بعد ذلك يوجد اي رجل اعظم منه حرف الاستفهام هو هل بعد ذلك اسم منقوس شوفوا عالية وغالية سيأتي واحد يقول أستاذة العالية وغالية تكمل بالتاء كيف هي اسم منقوس ولكن دائما دائما نرى هذه السؤال الاصل العالية هي العالي وأصل الغالية هي الغالي هنا يقول اسم منقوس يقولوا ولكن نكتبوها كما في النص العالية لفيف مقرون شوفوا هنا روا حرف من حرف العلا وهذه الآلف المقصورة حرف من حرف العلا رام كان ينزوج حرف العلا حدا بعض نسموه لفيف مقرون يعني هم مقرونين بعديتهم البعض هم كانوا متبعدين منسموه لفيف مقرون فهنا هنا لفيف مقرون روا اسم مكان هنا هنا مسمع مفعل هنا مسمع مسمع ماذا يقولون نحول العبارة التي بين قوسين في النص إلى الجمع المذكر مع الشكل يعني نحولوها للجمع المذكر عبارة هم عطين هنا بين قوسين العبارة هايلا إن هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يقف أمامه فهنا يخصى نحولوه للجمع المذكر معنا نتعفي بلاست رجل نقول الرجال إن هؤلاء معالكم بسببالكم هنا إن هذا ترجع هؤلاء 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 الرجل سنجمعوها هؤلاء الرجال العظيم سنجمعوها العظماء الرجال العظماء الذين استطاعوا أن يقفوا أمام العالم أجمع وأمام جهالات القريش هذه كاملة تقعدك من المراحل هذا هو التغيير اللي غادي يحدث خلاص كملنا من أعرف قواعد لغتي كملنا معها الآن بدخلنا للوضعية الجزئية الثانية أن أنتج النص يعني لغة سليمة نصا حواريا مترابطا عن شخصية وطنية عجبتك مبرزا صفاتها وصمودها وشجاعتها أمام المحن التي ألمت به موظفا الروابط اللازمة وعلامات الوقف يتركوا موظفا نصا حواريا يجب أن نصحواريا قتلكم يجب أن تركوا فقرة يجب أن يكون على مقدمة عرض خاتمة قاعدة دائما مقدمة عرض خاتمة فإنها يجب أن تخذوا شخصية من شخصية الثورة التحريرية تخذوا شخصية شاركة في الثورة وقالنا شخصية وطنية عجبت مبرزا صفاتها وصمودها وشجاعتها أمام المحن التي ألمت بها فنحن نقدرون ندو فكرة ونحطوها في المقدمة مقدمة ندوها منه أنا دجاني كتبت لكم فقرة عن الأمير عبدالقادر وهو نص حواري إلا الروابط لازمة نحن رابطين فيها علامات الوقف أكيد لازم ديروا علامات الوقف فرن داني فيها علامات الوقف سنعود فقط نقرأها لكم سنقرأها لكم في موضوع آخر كيفاش درنا المقدمة قلنا عظماء الأمة هم شخصيات يتمتعون بصفات مميزة مكنتهم من نيل هذه المكانة والأمير عبدالقادر من بين الشخصيات التي كتبت اسمها بحروف من ذهب وتلكم هذه تقدر تكتبوها هذه العبارة بحروف من ذهب تدوها وتقولوا كي أعطوكم شخصية معينة تكتبوها هذه العبارة في التاريخ الجزائري والعالمي هنا يجي واحدة ويسقصي فما هي السفات التي تتمتع بها الأمير عبدالقادر؟ شيء السفات تتعه؟ يجي والآخر يرد لأنه هذا حوار يعني زجرهم يهضره كان الأمير عبدالقادر رجلا فزا ومجاهدا وشاعرا أديبا تمتع بشخصية قوية وحسن تخطيط وشجاعة في مواجهة الاستعمال الفرنسي هذه المعلومات نحن من جبناها نحن نقرأ هنا الشخصيات تاريخية ولا شخصيات إسلامية لازم لازم بالضرورة قبل لما تدخلوا لأي اختبار تكون عندكم فراتكم شخصية دينية عارفين عليها معلومات وشخصية ثورية يعني شخصية عايش تطورة تكون عندكم عليها معلومات لازم بشي لو أعطاو لكم كالشخصية متقدروش تدو من النص أفكار لا خدش قلت لكم متقدرو تدو أفكار من النص وتعبروا عليها بطريقتكم الخاصة فتلقوا معلومات عندكم تقدرو تستعملها وتوظفوها في الوضعية الإدماجية وبعد السؤال الثاني قالوا كيف يمكننا أن نستفيد من سيارهم وما قدموه يعني كيفش نقدرو نستفادوا من سيرة هنا هما ما همش طالبين من كيفش نستفادوا من سيرة تاهم فغلين نضطروا نكتبوا فقرة واخد أخرى يعني هكا فقرة نضيفوها هنا خلاص احنا يدينا منها المقدمة ودينا منها السؤال الأول لخدش قلونا الصيفات هاي لشخصية وطنية عجبت وبرزن صفتها وصمودها وشجاعتها أمام المحن السؤال الثاني مخصنش يكون كيف يمكننا أن نستفيد لا هلا تعموا عضوها واخد أخر نجيبوه سحنا يا سؤال واخد أخر وش نقدرو نقوله نقدرو نقوله كيف واجه الأمير لخدش اللي قنت قيدوه هنا يا قنت قيدوه بوش تعليمات اللي راهم أعطنهم مننا كيف واجه الأمير عبد القادر المحن التي ألمت به ونجيروها اللي راهي جاوب يقول لنا بل لي واجهها بالصبر والثبات والتخطيط للثورة ودر حرب واجهها بشجاعة وبسالة وصمود كبير أمام الاحتلال الفرنسي حتى أنه حطم أسطورة فرنسا لا تهزم هذه قلت لكم معلومات اللي يكونوا عندكم مقبل كانوا يقولوا فرنسا لا تهزم جاء الأمير عبد القادر در معاركة وهزمها أنه حطم أسطورة فرنسا لا تهزم خلاص ندروا نقطة يعني الشطرة الأول هاولة والشطرة الثانية هاولة خصنا الخاتمة نشوفوا هذ الخاتمة له مناسبة ولا لا هنا فقط أعطر نعم إنها شخصية فما رأيك في هذه الشخصية يعني هذه هي الخاتمة اللي درناها في هذا الموضوع اللي كان قبل نعم إنها شخصية تستحق تقدير وسأعمل وجاهد الوصولي أنا كذلك لمراتب عليا هذه الخاتمة ما غالي شجي هنا فوش رهم طالبين منا نحاولوا نجيبوا خاتمة مترابطة مع شرهم عطين لنا نجوه نقولوا إذن إذن لننعم نحن بالسلام والأمان ضحى طوارنا وأبطالنا بأنفسهم ودمائهم فالتاريخ لن ينساكم لن ينساكم ولن ينساك يا الأمير عبد القادر ونحن نقدرنا خاتمة إنه قلنا التاريخ بل ما غالي شنسا كامل هذو الثوار اللي ضحاوا من أجل حين باش نتنعموا بالأمان هذي قادرة تانيك تكون خاتمة فهنا فقط أنا نعطيكم أفكار في كل موضوع نزيد نعطيكم أفكار أنتم مجمعوها هكا باش تقدروا تكتبوا فقرة متناسقة نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الموضوع ونتلاقوا في موضوع آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته